بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله درسنا النهاردة هو الجزء الثالث من مراجعتنا على القواعد النحوية اللي درسناها في الصف الأول اللي ابتدائي دلوقتي هنراك على تيسى أسماء الإشارة وأسماء الإشارة هي هذا للمفرد المذكر يعني الولد وهذه وبتيجي مع المفرد المؤنس اللي هي البنت وهؤلاء وبتيجي مع الجمع سواء الولاد أو البنات وده تدربنا على هذا وهذه وطالب مني أن أنا أحط اسم الإشارة في مكانه المناسب وأول حاجة دي كلمة إيه؟ هذا هذا بتيجي طبعا مع المذكر وأول جملة عندي قمر قمر دي إيه؟ مذكر يبقى تاخد هذا يبقى نكتب هنا هذا هذا قمر طيب قدامها هنا كلمة شمس 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 دي مؤنسة بتاخد هذه يبقى نكتب هذه ونقول هذه شمس وطبعا الزر رفاصة هي اللي بس اللي شبكت معايا في الكتاب طيب أطباء أطباء دي كلمة إيه؟ جمع جمع بتدول عنهما كتير أهي جمع والجمع بياخد إيه؟ هاق لا لا يبقى نكتب هنا هاق لا طيب مهندسات برضو كلمة إيه؟ جمع بتاخد هاقلاء هاقلاء طيب نجوم جمع بس الغير العاقل يعني مش جمع بنا قدمين جمع غير العاقل بياخد هذه نعرف كده المعلومة دي جمع غير العاقل بياخد هذه يبقى نكتب هناو هذه أسد تاخد هذا أسد هذا لأنها مذكر يبقى هذا للمفرد المذكر هذه بتيجي مع المفرد المؤنس وكمان جمع غير العاقل وهؤلاء بتيجي مع الجمع ودلوقتي هنريكي على تاس الفعل الماتي والمطاوع وده تدربنا على درس الفعل الماضي والفعل المدارع والمطلوب مني هنا إن أنا أحط لكلمة لأي فعل ماضي أحوله لمدارع وأي فعل مدارع أحوله هو لماضي طيب يلا نبدأ دي كلمة ايه فاتح فاتح ده فعل ايه ماضي يلا نحوله لمدارع نزود ايه ي يزود ي يبقى ايه يف تح تح برافو طيب يلا زرعة زرعة دي فعل ايه ماضي يلا نحولها لمدارع نزود ايه ي تبقى ي ي يز لع يز لع برافو طيب قرأة قرأة دي ايه فعل ايه ماضي ماضي قرأة خلاص عايزين نحولها مدارع تبقى نضف لها ي تبقى ايه ي ي قرأ يقرأ يبقى انا كان عندي فتحة زرعة قرأة دي افعال ماضية احولها لمدارع ازاي ان انا اضف لها ي تبقى يفتح يزرع يقرأ طيب تعالوا نشوف العكس لو هو بقى اللي جايب لي فعل مدارع زي يك تب اعمل ايه عشان احوله الماضي الغليا احذف الياء داي اشيلي الياء اللي في الاول داي بدن ما هي يكتب تبقى ك ك ك ك كتب كتب برافو بدن ما هي يفهم تبقى انشوف الياء تبقى فاهمة برافو يبقى بدن ما يكتب تبقى كتبه بدن ما يفهم تبقى فاهمة وبكده انا حولتها الماضي ويبقى سهل علي خالص احول الماضي لمدارع والعكس احول المدارع للماضي هنريك على درس المؤنس والمذكر وده تدربنا وده تدربنا على درس المؤنس والمذكر وطالب مني اننا اوصل يلا اول كلمة دي كلمة ايه شجا راتون اه دي مؤنس ولا مذكر مؤنس مؤنس برافو علشان اخيرها تقمر بوطة واضحة خالصة طيب دي كلمة ايه اللي بعدها دي كتاب يبقى مذكر طب دي حديقة اخيرها تقمر بوطة تبقى مؤنس نمر مذكر فيل مذكر زرافة اخيرها تقمر بوطة مؤنس مؤنس رجل مذكر ام مؤنس يبقى المذكر اللي هو الولد والمؤنس اللي هي البنته ده او اي كلمة فيها تاق مربوطة دلوقتي انا ايجا على تاسع انواع التنوين وانواع التنوين تلاتة تنوين بالفتح يعني فتحتين تنوين بالضم ضمتين تنوين بالكسر كسرتين وده تدريبنا على التنوين بالفتح وطالب مني هنا ان انا اوصل اوصل كل كلمة بالتنوين المناسب ليا اول كلمة دي كلمة ايه زهور ران ران تنوين بالايه ده بال فتح بالفتح لان عندي فتحتين طيب جامي لن قسرتين اهم يبقى تنوين بالايه بالكسر بالكسر طيب نم نم رن رن بقى الضم هاو يبقى ايه ضمتين ضم يبقى تنوين بالايه بال ضم بالضم اول ما اشوف ضمتين يبقى تنوين بالضم طيب نج من 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 بقى القسرة قسرة قسرة ونون ايه نج من يبقى تنوين بالايه بالكاس بالكاس معلماً يبقى تنوين بالإيه؟ بالفتح بالفتح عشان لقيت الفتحتين شجرة تن تنوين بالإيه؟ بالضم لأن انا لحظت ضمتين في الكتابة وكمان في النطق يبقى ضمة ونون تنوين بالضم فتحة ونون تنوين بالفتح كسرة وصوت النون تنوين بالكسرة احنا طبعاً ما بنكتبش نون ولكن صوت صوت النون مع القسرة صوت النون مع الفتحة صوت النون مع الضمة وبيكون دايماً التنوين في الآخر في آخر حرفة في الكلمة التنوين دايماً بيكون على آخر حرفة في الكلمة يا فتحتين يا قسرتين يا ضمتين وبكده تبقى خلصة مراجعتنا وإن شاء الله أشوفكم في درس جديد والدرس الأول للصف الثاني اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما ننساش الاشتراك ونفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصل لنا كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته